اشهدت معالي سيدة فوزية ابن عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما تحقق من مؤشرات إيجابية جراء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وبلغ أهدافها والانفتاح على خطة تنموية متقدمة تعزز من النهضة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وأكدت معاليها أن ما أنجز من برامج متكاملة في إطار خطة التعافي الاقتصادي يعكس حجم الجهود التي بذلت في سبيل الوصول للنتائج الملموسة في كافة القطاعات نتيجة لعمل حثيث قامت به الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث تم مناقشة نتائج خطة التعافي الاقتصادي والتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيدة بجهود معاليه وفريق عمله نظير الجهود الجبارة التي تم تسخيرها للغايات المنشودة وأشارت معاليها إلى أن ما تحقق من منجزات تنموية واقتصادية يبرهن قدرة المملكة على تجاوز التحديات وتأكيد مكانتها في خلق المبادرات الخلاقة على مستوى المنطقات والعالم منوهة بالمخرجات المتميزة التي تحققت إزاء خطة التعافي الاقتصادي من جانبي أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما تحقق من مؤشرات في إطار التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين هو ثمرة لاندماج الجهود الوطنية والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك ترجمة للرؤى وتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك البلاد المعظم وتنفيذا للخطط والبرامج التي تحظى باهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر